حول الموضوع إذن معنا من الرياضة الدكتور حمدان الشهري الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي دكتور مساء الخير أهلا بك معنا الأسئلة كثيرة بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ولكن التساؤل ربما الآن عن السيناريوهات التي ستفتح ما بعد ذلك في اليمن عن الأفق السياسي لما يجي في اليمن مساء الخير أستاذ خديد تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم نعم ما حصل في اليمن في الوقع هو نقطة تحول أخرى طبعا بعد اغتيال صالح صالح كان يعطي إنجاز التعبير بعض الغطاء للحوثي وطبعا كان يساعد الحوثي وكان هناك تعرفين حزب المؤتمر هو حزب أحد الأحزاب الكبيرة موجودة في اليمن فلذلك صالح كان يمثل لهم نوع من الغطاء أو نوع من الدعم الكبير اليوم باغتيالهم لصالح يغتالوا حزب المؤتمر بأكمله يغتالوا الشعب اليمني يغتالوا اليمن بأكمله اليوم الشعب اليمني بأكمله يواجه فقط عدوا واضحا وهي الميليشية الإرهابية ميليشية الإرهاب الحوثي اجتمعت الآن كل الخصوم اجتمعت موت صالح وحد الكل على أنه عدوهم واحد وأنه هذا العدو هو الحوثي ولابد من الإجماع عليه والتصدي له وإنقاذ اليمن وإنقاذ شعب اليمن لا حل أمام اليمنيين سوى ذلك قالها صالح قبل أن يموت بيومين أو ثلاثة وأرسل هذه الرسالة وبموته أكد بأنه لا آمانة لهؤلاء مهما كان لن يكون بعيدا عنهم فهذا رئيس سابق لليمن وقد اغتيل بهذه الطريقة فما بالك بباقي على الشعب اليمني سيكون مصيرهم قد يكون أسوأ من ذلك إذن ما حصل في اليمن كان بكل وضوح يعطي الصورة بشكل واضح لما كنا نقول وما كانت تقول المنطقة عندما تتولى هذه الجماعات الإيرانية والميليشيات الإيرانية تتولى أقول القيادة أو تستولى على المدن أو على الشعب اليمني سيكون هذا مصيرهم وما سيكون هذا ما يكون أقوله وما يواجهه الدعم الإيراني للحوثيين دعم نتمنى أن يتم تضبيت ذلك هناك خلاف الصوت طيب دكتور حمدان إلى أن يتم تضبيت الصوت دعني أوجه لك هذا السؤال الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن واليد الإيرانية في اليمن عن طريق الحوثيين وعن طريق دعمهم إلى أين يمكن أن تأخذ اليمن بعد؟ كل هذا التدخل الإيراني في اليمن إلى أين يمكن أن يجر اليمن؟ نعم سؤالك سؤال محوري في الواقع لو لا الدعم الإيراني لما استطاعت أساسا هذه الميليشيا التغول والانقلاب على اليمن لو لا الدعم الإيراني لها منذ سنوات ما استطاعت أن تستجمع قواها وأن يكون لها بأس وأن تريها بمثل هذا الإرهاب بل أنه حتى بعد مقتل الرئيس علي صالح السابق قالت صحيفة كيهان وصحيفة كيهان تعرفون هي المقربة من المرشد الإيراني وذكر فيها وقالت أن أحد الألطاف الإلهية الخفية موت علي صالح تعلق على ذلك بهذا أنه أحد الألطاف الإلهية الخفية كذلك روحاني الذي يسمي نفسه معتدلا والذي يسمى هو الحمل الوديع بالنسبة لإيران ويعتبر هو مدير علاقاتها العامة الخارجية يقول سيجعل الشعب اليمن المخلص ويقصد بهذا الشعب اليمن يعني الحوثي سيجعل المعتدين يندمون على أفعالهم ومن هم أولا المعتدون بالنسبة له من يكون معارض لسياستهم أو يكون مخالف لهم فهو معتدي إذن الشعب اليمن بأكمله هو معتدي ولا للعسكرية في خدمة هذه الميليشية الإيرانية لقتل واغتيال كل من يريد أن يقف أمام مشروعهم الإيراني هذا يعني ببساطة نستطيع أن نستشف أنه من خلف هذه الميليشية الحوثية إيران بل أن هناك أحداث كثيرة قيل أنه قد تم القبض على السيد علي صالح في منزله وتم اعتقاله وتقييده ثم ورسلت صور إلى طهران بذلك وبل حتى أن أوامر تصفية تقول السيد علي صالح استلموها من إيران إذن هذه الحوثية الميليشية ليست لأحد أذره إيران وستنفذ ما يطلب منها خميني وملالي طهران دكتور حمدان كيف ترى اليمن في المستقبل القريب؟ اليمن في المستقبل القريب هو لديه سيناريوين إما أن يمضي ويتعلم من كل الأخطاء التي مضت فأقول شعب اليمن أخطى عندما لم يلتفت للإرهاب الحوثي وثار على الفساد فقط ولكن نسي الإرهاب وكذلك علي صالح أخطى عندما تحالف مع الإرهاب مرة أخرى ضد الشعب كلاهما أخطى فاليوم يوم أن يتعلموا من أخطائهم ويجمع أمرهم ويجمع قوتهم في مواجهة الحوثي وإلا لا سمح الله سأل الحوثي سينكل بهم كلهم وسيستخدمهم في محرقة تخدم إيران وتخدم مشاريع إيران ولا يعرف الشعب اليمن إلى الأمن ولا الاستقرار بل سيعرف الجهل والجوع وسيعرف الحروب وستتحول بلده إلى خرابة وإلى واكر من أوكار إيران الإرهابية التي ستستخدمها فقط لصالحهم أعتقد أن الشعب اليمن اليوم لم يعد أحد يخفى عليه أو لم تعد هناك شعارات تستطيع أن تغطي ما تريد تفعل هذه الميليشيا وإيران وأعتقد حتى التحالف العربي سيدعم داخل اليمني ولن يسكت أعتقد هي معركة مصيرية ما بين ميليشيا طهران التي آن أوان اقتلاعها كنا نقول سيكون مكون يمني لكن اليوم ليس مكون يمني هم مكون إيراني إن أرادوا فليذهبوا إلى إيران ويكونوا مكونوا في إيران لكن في داخل بلدان العربية وفي اليمن لن يكون لهم مكان شكرا جزيلا لك دكتور حمدان الشهري الباحث في العلاقات الدولية والمحلس السياسي كنت معنا عبر الأقماص طناعية من الرياض شكرا جزيلا لك